موسيقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصل السودان في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك وصول طائرات مساعدات مصرية جديدة إلى مطار بيروت ضمن الجسر الجوي الإغاثية صحة روسية تعلن بدأ إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا انتصف اليوم في القاهرة نشرة أخبار الظهيرة من النيل نرحب بحضراتكم يصحبنا في لغة الإشارة هلا محفوظة وصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد الوزري المرافق لها السودان في زيارة رسمية حيث كان في استقباله رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ومن المقرر أن يعقد الجانبان المصري والسوداني برئاسة رئيسي وزراء البلدين جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وكذا ملف سد النهضة كما سيلتقي مدبولي خلال زيارة قيادات مجلس السيادة السودانية وجه رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس البمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان كانت طائرة نقل عسكرية كانت على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال توجهت للسودان في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة وبتوجهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان أقلع الطائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة الصمراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جانبه قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات كل الدعم والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على هذا التعاون في الفترة الحرجة التي مربع العالم وده امتداد لعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة نتمنى أنها تتواصل بالعلاقة بين الشعبين وبين البلدين وبين الحكومتين للوصول لمرحلة التكامل وتعاون كامل بنرحب بالطائرتين المصريتين وبنشكر الحكومة المصرية عليهم وبننظر لداء في إطار علاقات الوقوة المستمرة والممتدة بين البلدين شكرا للشعب المصري ونحن معكم كما أنتم معنا شكرا جزيلا حقيقة اليوم استقبلنا الجسر الجوي الثاني من الإخوة في جوارية المصر العربية الذين ظلوا يمدوا اللجنة العليا للطواري الصحية في الخرطوم بكل المعينات المطلوبة ولم يتوانوا يوما وده بمسل انجداد طبيعي وتاريخي للعلاقة الممتدة المتجزرة بين السودان ومصر وما حصل طلبنا أي طلب ما كان جال يوم التانية لهم الشكر ولهم التحية والتحية لحكومة مصر والشعب المصر على هذه الوقفة معنا في هذه الجائحة انتهز هذه الفرصة لأحيي حكومة مصر لما غدمته للعالقين السودانيين الذين كانوا موجودين بمصر حقيقة كانت معاناة كبيرة ووجدنا منهم كل دعم وكل تعاون حتى تكلل عملية عودة آخر عالق بالنجاح لكم الشكر جزيلا وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت طائرة المصرية التي تحمل تقم الأطباء والجرحين المصريين الذين سيقدمون الدعم والإسنادة للمنظومة الطبية اللبنانية لتعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن انفجار المدمر الذي شهدته العاصمة بيروت قبل نحو عشرة أيام هذه الطائرة هي طائرة ضمن 12 طائرة مصرية محملة بـ 220 طن من المساعدات الغذائية ستصل إلى بيروت على مدى أسبوعين في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري كما نشاهد الآن هذه الطائرة المصرية التي وصلت إلى بيروت في سبيل دعم بيروت والإشقاء هناك بعد الحادث الذي وقع وحادث انفجار مرفأ بيروت تضم هذه الطائرة إلى جانب 11 طائرة أخرى ليكون مجموعة طائرات الجسر الجوي 12 طائرة مصرية ستصل على مدار الأسبوعين بدءا من اليوم تضم مجموعة كبيرة من الأعنات الغذائية والمساعدات الدوائية إلى جانب عدد من الأطباء والجرحين المصريين الذين يسعون للوصول إلى بيروت من أجل دعم الأشقاء هناك والمشاركة في توفير كافة سبل الرعاية الصحية والطبية لهم هذا وقد شهدت بيروت حراكا دبلوماسيا للإشراف على عملية تسليم مساعدات وإجراء محادثات حول الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها لبنان عقب انفجار المرفأ في هذا السياق أجرى كل من مساعد وزير الخارجي الأمريكي للشؤون السياسية دافيد هيل ووزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين في حين لا يزال لبنان يبحث عن مستقبله السياسي كانت بيروت المنكوبة ساحة سجال سياسي بين الأطراف الفاعلة في المشهد لعدة عقود وفي مرفأ بيروت حيث ترسو حاملة التوافات الفرنسية تونيار دعت وزير الدفاع الفرنسية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات وصفتها بالشجاعة بشأن مستقبل البلاد السياسي كما دعت بارلي بعد لقائها الرئيس ميشيل عون إلى الإصراع بتشكيل حكومة تتولى مهمها لفترة محددة لإجراء إصلاحات عميقة بشكل فعال وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي منويل ماكرون إلى مفاق سياسي جديد دعوة وزيرة الدفاع الفرنسية توافقت مع دعوات أمريكية حملها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى المسؤولين اللبنانيين والتي أكدت على استعداد واشنطن دعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي لكن إيران المنافسة التقليدية للغرب والولايات المتحدة كانت لها موقف مغاير وخلال زيارته للعاصمة بيروت اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ضريف أن الشعب والحكومة اللبنانية يتحملان مسؤولية تشكيل حكومة محايدة وأنه لا يجب على الآخرين اشتراط تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان خاصة خلال حالة الطوارئ ومع تزايد الضغوط الدولية تواصل القوى السياسية مشاورتها لتسمية رئيس جديد للحكومة في حين لم يحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة وذلك بهدف تحضير الأجواء السياسية الملائمة لكن عائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت لا يعنيهم السجال السياسي وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل بعد أن فقدوا ثقتهم في المنظومة الأمنية والسياسية الحاكمة في لبنان قال عمر غباش مساعد وزير الثقافة والديبلوماسية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده تأمل في أن يؤدي قرارها بطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى تغيير الديناميكيات تجاه ضم الأراضي الفلسطينية إذا كنا بإعلان استعدادنا إقامة علاقات مع الإسرائيليين والنظر إلى تعميق تلك العلاقات نستطيع تغيير الديناميكيات ضد الضم فربما كان ذلك في حد ذاته مكسبا هل لدينا أي شيء واضح وموقعا كتابة؟ هذا هو ما نحاول تأسيسه هنا الدفع باتجاه تغيير العقليات وتغيير التصور على الجانبين وليس الجانب العربي وحده خطوة مفاجئة وإن رآها البعض خاطئة فإن أصحابها يؤكدون أنها عملية وتأتي في توقيت مثالية الإمارات تعلن تطبيع علاقتها مع إسرائيل لتكون أولى دول الخليج العربي التي تقوم بخطوة مماثلة وبموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهدت إسرائيل بتعليق خططها لضم أراد فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والديبلوماسية العامة قال إن بلاده تؤمن بقوة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينيين وهو ما دفع الإمارات لاتخاذ تلك الخطوة لكن وفق قراءة جديدة لمعطيات المنطقة الإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمراته الاتفاق يحمل في طياته إلى جانب التبعات الدبلوماسية عدة مزايا اقتصادية فالإمارات باتت قادرة على القيام بأعمال تجارية علنية مع إسرائيل التي ستتمكن من دخول مدينتي دبي وأبوظبي التي تستقطبان المواهب والاستثمارات في عدة قطعات غباش اعتبر أيضا أن الاتفاق يظهر استقلالية أبوظبي الدبلوماسية في منطقة تعصف بها الصراعات أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها بدأت إنتاج لقاح لكوفيد 19 وبذلك تصبح روسيا أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد للفيروس من المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية تقدر بثلاثة أسابيع كان وزير الصحة الروسي ميخايل موراشكو أكد في وقت سابق أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا وبحسب وزارة الصحة الروسية يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19 لمدة تصل إلى عامين للمزيد من المتابع والرصد لهذا الملف ينضم إلينا هاتفين دكتور أمجد الحداد مدير مركز الحصية والمناعة بالمصل واللقاح دكتور أمجد بعد التحية هل أثبتت بالفعل مدى فعالية اللقاح الروسي سبوتنيك 5 أو هكذا يسمونه هل نجحت كل التجارب السريرية عليه من خلال متابعة حضرتك لهذا اللقاح؟ خلينا نقول إن أي تجربة أو أي آلام عن أي اللقاح هو بدرة أمل إن إحنا إن شاء الله خلاص أو شاكنا سواء كان روسيا أو أوكسفورد أو اللقاح مدينة إنه خلاص المراحل كلها الرابط على الانتحاب لو رجعنا اللقاح الروسي بإذن للأسف هو اللقاح الروسي سمى للتعجال في إعلان عن انتحاب تجاربه وهي بالتعجال لا تنتهي اللقاح الروسي إقتاز مرحلتين بس من التجارب المرحلة الأولى اللي هي مرحلة السلامة فقط لغير المرحلة الثانية اللي هي بداية التجارب السريرية اللي بتتم على النطاق ضيق من البشر وبالتالي تم تجربته على بعض العسكريين وبعض الباحثين وهو قال إنه هو جربه على بنته هذا النطاق الضيق من التجربة إن في المرحلة الثانية لا يكفي أن نقول أن هذا النطاق الآن آمن وفعال لأن هناك ما يسمى بالمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة دي بيتم توسيع التجارب السريرية على ألاف من البشر من أبنات مختلفة من أعمار مختلفة حتى يتم إثبات الفاعلية على سن وعلى عمر وعلى جنس مختلفة ويتم تجربتها على عين بس دوا اللقاح الروسي تم الإعلان عنه بعد المرحلة الثانية ويقال إنه هو سوف يستمر بالفعل في إجراءاته السريرية ولكن كخطوة سبقية قام الجانب الروسي بالإعلان عن فعلياته بمغرد الاستهاء من التجارب المحدودة التي تم تعليم والأسف عند الجانب الروسي بيتعامل مع اللقاحات أو الأدوية مثل مثل أفرار عسكرية لن يتم نشر تفاصيل لقيقة حتى أن منظمة السحر العالمية طلبت منهم إصدار بيان أو أبحاث أو أكثر مضادة تكفي لمدة عامين وكيف يتم تجربته وكيف يتم فعليته وهل إضامن أن أكثر مضادة تفضل هذا العمل لكن أيضا كانت نفسه متفائلون لأن الجدال العلمي أو البحث العلمي هو قائم على ذلك أن يتم نشر بحثه ويتم منقطته ليكون البحث أفضل ويكون تجديد في اللقاح وتغيير من صفاته في حالة إثبات عدم فائلية كامل ولكن هناك بقدر أمل فهد الدولي عن اللقاح أكسفورد قاربت أن يتهي من اللقاحه وقلط المرحلة التالية أو شكت على الاتهاء وهي المرحلة قبل التطنيع جزيل شكر دكتور أمجد الحداد على هذه المعلومات وكما ذكرت علينا دائما أن نتمسك بالأمل عودة من جديد للملف زيارة رئيس الوزراء إلى السودان ينضم إلينا من الخرطوم موفا دنيل حمادة العربي حمادة بعد التحية كيف تتابع زيارة رئيس الوزراء إلى الخرطوم هي أيضا أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم منقشته على طولة المباحثات تتابع زيارة رئيس الوزراء البلدين في مقر مجلس الوزراء السوداني هناك ملفات عديدة على رأي المباحثات يأتي على البداية مع ملحة الزيارة النظر ثم بعد ذلك المشارفات وتدعيل المشروعات المشتركة بعد ذلك البلدين يعني سيئاتي مع رأي المجلس الوزراء وصرافية المستوى يضم عدد من الوزراء على رأي المشروعات الكهرباء والصحة والتجارة والصناعة والرئيس ممكن من الفضور يأخر صعب الشيء الملفات التي تشهد مجالات التعاون في أضيئة والزراعة طبعا وكذلك التجارة والصناعة والكهرباء لذلك الملفات عديدة للتعاون بين البلدين وكذلك التعاون والتعاون المشترك والتاريخ المشترك بين البلدين كافة الزيارة لتدعيله بشكل كامل بعد جسد المبسل بين النظرين ورئيس وزراء البلدين وكذلك هناك جاسة والتعاون ضوط كافة الوزراء مع نظائرهم من الجانب السداني بداحة أوجد تعاون من ثلاث المجالات ما ذكرنا سواء في الفضوراء أو في الصحة أو في التجارة والصناعة وكذلك ملف عديد ما يحمله من الكتابكات كثيرة خاصة مع ملفات السدانية صحيح حمدة هناك العديد كما ذكرت من الملفات المشتركة بين مصر والسودان ومن أبرزها لعل فكرة التعاون بالتأكيد أمر هام لكن أيضا منقشة ملف سد النهضة لكن من خلال تواجدك هناك كيف رصدت الاهتمام السوداني حتى اهتمام وسائل الإعلام السودانية بهذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا الذي نتحدث فيه أن السودان بيسعى لفتح أفاق اقتصادية جديدة وبيكتب تاريخ جديد منفتح أو أكثر انفتاحا على مستوى العالم كله في الكعب هناك اهتمام وسائلية الغاية مثل فلدور مصر القوم خلال الفترة الماضية لدعم السودان وتعم الثورة فيه السودان ودعم المجلس الموجود فيه السودان لذلك هذه الزيارة ينصر له الشعب السودان بمن notoriety من السودانية أو تساوء اقوى تقعون ما بين البلدين في سودان عامرة حالة خبيرة من الأفتروات وأوضح التقعون فيه السياد ما بين مصر وما بين جمهورية السودان خاصة مع تفعيل الإجراءات الموجودة في معبر تثن وإنجاد حركة تسطرة ما بين البلدين بصورة كبيرة وبصورة ليسترة تستطيع من خلالها مثل اجراءات الموجودة وكذلك تستطيع فيهاdelصاج باستفادة من أجراء المضرية في مجال الصحة ومجال التجارة والصناعة ومجال الكهرباء بأفضل تلك نوع كبير من التنمية وإحجاب تنمية التخطيئة وفي عدد من المشروعات داخل العاصمة على الخطوم لذلك أنها متوقعة من الجانب المطري والتنمي إلى هم في الأقرى بالتأكيد سنتابع معك المزيد من تطورات هذه الزيارة الزميل حمادة العربي موفا دانيل إلى الخرطوم شكرا جزيلا على هذه المتابعة أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي اليوم أن هناك ثلاث لقاحات ضد فيروس كورونا في مراحل مختلفة من الاختبار في بلاده معربا عن تقديره لكل العاملين في المجال الطبي ممن يحاربون في الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء واستتفشي وباء كورونا المستجد أقامت الهند مراسم محدودة للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال عن بريطانيا في القلعة الحمراء في الحي القديم في دلهي والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وخلال كلمته أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن إطلاق مهمة الصحة الوطنية الرقمية التي تشمل سكان البلاد البالغ عددهم واحد وثلاثة من عشر مليار نسمة بالإضافة إلى العمل على ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا ليس واحدا ولا اثنين بل ثلاث لقاحات يتم اختبارهم بمراحل مختلفة بالهند بمجرد حصولين على الضوء الأخضر من العلماء سيتم إطلاق عملية الإنتاج الكثيف السريع التي تم الإعداد لها أيضا جنبا إلى جنب مع خارطة طريق لإتاحة اللقاح لكل هندي في أقرب فرصة ممكنة كانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي اثنين مليون ونصف المليون وذلك مع تسجيل الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم خلال العشرة أيام الماضية ما جعلها الثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل من المتوقع زيادة الأعداد في الأسابيع المقبلة حيث تنتشر العدوى على نحو أعمق في المناطق النائية حيث تقل الخدمات الطبية وتزداد الكثافة السكانية نعد معكم مشاهدين الكرام وما نتبعهم من وصول لطائرة المساعدات المصرية إلى بيروت دعما من مصر للأشقاء في لبنان ينضم إلينا هاتفيا سيد أشرف أبو الهولي كتب الصحة في بالأهرام سيد أشرف بعد التحية يعني وصول جسر جوي لدعم وإغاثة لبنان في هذا المصاب الكبير من جانب مصر وحرص مصر على الوقوف إلى جانب بيروت بكافة السبر يعني كلنا كنا نتبعنا يعني ما تحدث عنه رئيس الوزراء وما تحدث عنه القيادة المصرية بشكل مباشر في ضرورة دعم لبنان نعم سيد أشرف تسمعوني نعم نعم أسمع يعني المساعدات التي تقدمها مصر ولبنان هي جزء من دور مصر القومي من دور مصر العروبي مصر دائما لا علاقات طيبة باللبنان منذ استقلاله وحتى الآن والآن فإن مصر يعني تريد المساعدة في التخفيف عن الشعب اللبناني الذي تعرض لكارثة غير مصدوقة في المنطقة وربما كارثة يعني نادرة على مستوى العالم المصر يعني المساعدات لن تتوقف عن الطائرة التي أرسلت اليوم ولكن العديد من طائرات التي تحمل المساعدات المصرية وصلت إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية خلال العشرة أيام الماضية منذ حدوث الكارثة في الرابع من أغسطس الحالي بل أن مصر أيضا أقامت جسر بحري لإرسال مواد يعني إعادة الإعمار إلى لبنان وهناك المستشفى الميدان المصري الذي فتح أبوابه منذ اللحظة الأولى وكما قلت هذا يعني جزء من دور مصر القاومي وثقالها الإقليمي ويعني شيء يؤكد مدى عمق العلاقات بين الشعبين المصري واللبناني وتعامل مصر مع أطياف كافة أطياف لبنان على قدم المساواة من أجل مصلحة الدولة الإبنانية والعلاقات الصناعية سيد أشرف يعني من الملاحظ دائما أن مصر حتى وهي تقوم بتقديم الدعم بيكون هناك نوع من أنواع التكامل في الدعم وده بيكشف الرؤية الوضحة يعني تعلم الاحتياجات الكاملة التي تحتاج بيروت إليها على صعيد الطبي على الصعيد الغذائي وأيضا على صعيد إعادة الأعمار يعني مصر تحدثت في هذا الأمر وأنها مستعدة بدعم ملف إعادة الأعمار في بيروت على كافة القطاعات كهرباء وطاقة وغيرها إلى أي مدى هذا التكامل للإستراتيجية والرؤية المصرية في تقديم الدعم يمكن أن يدعم لبنان من جانب وأيضا يؤصل للعلاقات المصرية العربية من جانب آخر أولا يعني طريقة تقديم مصر للدعم طريقة يعني علمية يعني تنبع من الاحتياجات الحقيقية للشعب اللبناني لا ترسل مساعدات لكي توضع في المكازن وإنما ترسل مساعدات لتستخدم بشكل فوري اللبنانيون في حاجة إلى يعني كل ما يتعلق بالعمليات الجراحية والأدوية والمساعدات التي تدخل في إطار مساعدة ستة ألاف مصاب على الأقل سقطوا في هذه يعني هذه الكارثة مستشفات لبنان وخاصة مستشفات بيروت نصفها خرج من الخدمة وبالتالي أصبح هناك ضرورة يعني معدات العمليات الجراحية وغيرها سواء بتزويد المستشفيات اللبنانية بها أو بإرسالها إلى المستشفى الميداني اللبناني والمصر في لبنان وهو مفاعلته مصر الأخذية يعني التي احتاجتها لبنان خاصة وإنه الانفجار أدى إلى تدمير صوامع القمح ومخازن الأخذية في مرفق بيروت أيضا يعني الاحتياجات الخاصة بإعادة البناء بإزالة يعني الأنقاض كل هذا دراست مصر احتياجات لبنان وحاولت أن تلبيها وهذا يؤكد يعني مدى التحام المصريين بالشعب اللبناني ومعرفتهم باحتياجاتهم حقية في مثل هذه الظروف المأساوية سيد أشرف بالعودة إلى المشهد اللبناني نفسه وتطورات الأوضاع هناك وملف المساعدات المقدمة إلى بيروت من مختلف دول العالم وحالة التضامن الدولي بيأتي هذا الأمر في ظل تصريحات من الداخل اللبناني يعني من الخارج اللبناني في البداية تحدثون عن ضرورة وجود حكومة تستجيب لمتطلبات الشارع اللبناني من الخارج اللبناني يرفضون أي إملاءات خارجية كيف تقيم الأمر يعني بداية معظم هذه المساعدات تذهب إلى الجهات التي تستطيع يعني إرسالها إلى مصارفها الحقيقية وهي يعني سواء يعني المستشفيات أو المنظمات العمل الاجتماعي منظمات الغير الربحية التي تقوم بتوزيع المساعدات ثانيا يعني بالفعل هناك إشكاليات كبيرة يعني كانت ستواجه العالم لو لا يعني حدوث تنصيق وتدخل لمعرفة من يستحق لأنه نحن نعلم أن لبنان بها مشاكل طائفية ومشاكل سياسية وبالتالي كان من الممكن لو لا التنصيق والاستعداد المبكر لا أسيئة استخدام هذه المساعدات الحكومة اللبنانية الحالية نعلم أنها أصبحت حكومة تسيير أعمال وبالتالي تؤدي ما عليها من دور في إطار الصلاحيات المنوطة لكن بشكل عام المساعدات المصرية تذهب إلى مستحقية نعم جزيل شكرا لسيد أشرف أبو الهولي كاتب استحفي بالأهرام شكرا جزيلا على هذه المتابعة متواصلون معكم في هذا الملف ينضم إلينا هاتفيا السيد شادي نشاب البحث السياسي مباشرة من بيروت سيد شادي بعد التحية كيف تنظر للمساعدات المصرية ما نرى الآن وصول طائرة المساعدات ضمن جسر جوي تقدمه مصر من 12 طائرة محملة بالعديد من المعدات والمساعدات الطبية والغذائية بالإضافة لفريق من الأطباء المشاركة في دعم لبنان كيف تنظر لهذه المساعدات سيد شادي أولا بحير لا يكي ولا يكفي مشاهدين الكرام أعتقد أن الجسم الجوي الذي وضعته مصر بين مصر ولبنان لم يكن مفاجئا من مبادرات جمهورية مصر العربية الخيرية تجاه لبنان وتجاه المنطقة العربية بشكل عام ومصر منذ اليوم الأول كان لديها مبادرات مختلفة وأولها كانت تفعيل المستشفى الميداني الذي كان في حرب تموذ 2006 وعادت تفعيله منذ اليوم الأول بعد حدوث كارثة وفاجعت بيروت وأتت طائرات مختلفة من اليوم الأول إلى لبنان كمساعدات وزيارة وزير الخرجية المصري كانت أيضا إحدى المساعدات بطريقة مباشرة وغير مباشرة لأن مصر تحاول إلى تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان وفي الوقت عينه تحاول مساعدة لبنان من خلال الأعمال الإغاثية والمساعدات الإغاثية التي لبنان بحاجة لها فمصر أم الدنيا وهذا ليس مفاجئا مما تفعله مصر لأجل الشعب اللبناني ومشكورة نعم كل الخير للبنان ولأهله جزيل شكر لسيد شادي نشابة الباحث ألا سيسي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال إنهيار عقار شارع قصر النيل المكون من طابق أرضي وأربع طوابق وأتم فصل كافة المرافق عنهم صراحة عبد العال خلال إشرافه مع مدير أمن القاهرة لواء أشراف الجندي على عمليات الإنقاذ بأن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالطابق الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعارض أثاث مغلقة وأضاف أنه جاري عمليات الإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ أربعة عشر شخصا وإسعاف اثنين ونقل اثنين إلى مستشفى أحمد نهر نشرة الإخبارية متواصلة مع حضراتكم نتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد الولايات المتحدة تنتقد الدول التي عرقلت قرار تمديد حضر الأسلحة على إيران وتهران ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره دليل على عزلة واشنطن توصلنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام نتحول الآن لمتابع لأهم وآخر أخبار المال والعمال أخبار الاقتصاد بصحب التأزمي حسن الدين نعاطف إليك حسين أشكرك كريمة شكرا جزيلا أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى باقة الاقتصادية أهم ما فيها وزارة التنمية المحلية تؤكد سعيها لتبسيط إجراءات التراخيص على المواطنين لفتح مجالات جديدة للاستثمار أهلا بكم من جديد أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الدولة تسعى من خلال قانون المحل العام ما الجديد إلى التيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وذلك على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي بما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإرادات العامة للدولة كذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمحل العام الذي ترأسه شعراوي لمناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها مقترحات تصنيف المحل العامة وتحديد فئات الرسوم ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص والذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطالب الترخيص ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير المالية محمد معيط أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى مصر الرقمية بما يتسق مع التوجهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة ما يساعده على ميكنة الخدمات العامة وأضاف معيط أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ميكنة الوثائق الحكومية اتفق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب مع شركة ألمانية كبرى ورئيس الغرفة العربية الألمانية على ترتيب لقاء شهري مع ممثل الشركات الألمانية بمقر الهيئة لبحث سبل التعاون في جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر وأوضح عبد الوهاب أن مصر مهتمة بالتعاون مع الجانب الألماني في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الشركات الألمانية الكبرى المستثمرة في مصر أو التي لديها رغبة في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة وأشار الرئيس التنفيذي أن الهيئة ستعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع الغرفة العربية الألمانية خلال سبتمبر المقبر لعرض الفرص الاستثمارية ترجعت أسعار الذهب في السوق المحلية متأثرة بانخفاضها في الأسواق العالمية وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنحو السبعة جنيهات يسجل عيار 18 نحو 737 جنيا و 12 قرشا وعيار 21 نحو 860 جنيا في حين سجل عيار 24 سجل نحو 982 جنيا و 82 قرشا يتأذى في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6880 جنيا وعلى صعيغ أسواق المعادن النفيسي العالمي تراجع الذهب متجها لأسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس إذن حصر الإقبال على المعادن النفيس نتيجة قفزة من في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من كوفيد 19 وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنصف المائة ليصل إلى 1943 دولارا 18 سنة للأقية وفقد المعدن النفيس 4.5% في هذا الأسبوع بعد بلغي ذروة غير مسبوقة عند 2072 دولارا ونصف الدولار في السابع من أغسطس كما انخفضت الفضة بنسبة 4.9% لتصل إلى 26 دولار 24 سنة للأقية ومشاهدينك كرام بأسعار الذهب العالمية انتهت هذه الوقفة الاقتصادية عودة للزميلة كريمة الحلفاء وتغضالي كريمة شكرا لك حسام على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد نستكمل مع حضراتكم مشاهدين الكرام أخبارنا السياسية حيث أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة في هذا السياق أقدمت واشنطن على مصادرة أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها البانزولا تبلغ حوالي 1.116.000 برميل من المنتجات البترولية ما يجعله أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق كان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار تقدم به واشنطن لتمديد حضر السلاح المفروض على إيران وهو الأمر الذي رحبت به طهران واعتبرته دليل على أن واشنطن باتت تشهد نوع من العزلة داخل المجلس أعلن رئيس بيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو أن التحكم الخارجي في حركة المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية أصبح واضحا في الوقت الذي ادعى فيها الأمن العام للأمم المتحدة أنتوني جتارش الشعب البيلاروسي إلى حل المشاكل التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الحوار بهدف الحفاظ على السلام في البلاد الأوضاع في بيلاروسيا على صفيح ساخن منذ إعلان فوز الرئيس أليكساندر لوكاشينكو بولاية سادسة حيث لا تزال المظاهرات الغاضبة تجوب الشوارع في العاصمة منسك والعديد من المدن الأخرى الرئيس لوكاشينكو نفى ما تردد من أنباء بشأن وجوده خارج البلاد مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستؤثر بشكل سلبي على العمل المستقبلي للمؤسسات كما أكد لوكاشينكو أن التحكم الخارجي في حركة المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية أصبح واضحا التحكم الخارجي في حركة الشوارع أصبح واضحا الآن يجب أن تفهموا جيدا أنكم وأطفالكم تستخدمون مثل القذائف المدفعية في يد الأعداء هناك أناس ينتمون إلى حزب سياسي معارض وصلوا بالفعل إلى بلدنا من بولندا وهولندا وأوكرانيا وروسيا ومن هم على شاكلته العنف في بلدنا قد بدأ بالفعل من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشعب البيلاروسي إلى حل المشكلات التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الحوار من أجل الحفاظ على السلام في البلاد مشددا على أهمية إتاحة الفرصة لجميع البيلاروسيين لممارسة حقوقهم المدنيات والسياسية كما طالبت الأمم المتحدة السلطات في بلاروسيا بضبط النفس خلال الرد على المظاهرات فضلا عن إجراء تحقيق شامل في المزاعم التي تشير إلى حدوث عمليات تعذيب وغيرها من أنواع المعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين فعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم بعدم تكرار مأساة الحرب مرة أخرى كما أشهد بذكرى المحاربين اليابانيين الذين لقوا حدفهم خلال الحرب العالمية الثانية جاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسلعين لاستسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية كما زار عدد من الوزراء اليابانيون موقع ياسو كوني المثير للجدل حيث تعتبره توكيو رمزا وطنيا بينما ترى فيه عدد من الدول الأسيوية رمزا للماضي العسكري الياباني مشاهدين يا كرام نشرتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم نتابع فيها بعد أخبار رياضة تشياء جنازة الفنانة الكبيرة شويكار والتي وفتها للمنية بعد صراعين مع المرض نتحول الآن إلى منطقة وسط البلد تحديدا شرع قصر النيل حيث نؤكد على إذاعة هذا الخبر حيث أكد محافظ القاهرة خالد عبد العالم هي رعقار بشارع قصر النيل مكون من طابق أرضي وأربع طوابق تم فصل كافة المرافق عنه تحدث أيضا عبد العال خلال إشرافه مع مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي أن عمليات الإنقاذ في العقار المنهار متواجدة بشكل كبير أن العقار المنهار يوجد بيه شركة صرافة بالطابق الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض أثاث مغلق أضاف النجاري عمليات الإنقاذ وتتواجد كافة الأجهزة المعني بموقع الحدث معانا زمنة أشرف مبارك من موقع الحدث أشرف بعد التحية صف لنا تطورات الوضع لديك سير عملية الإنقاذ والإسعاف لديك بالفعل كريم يعني تواجد الآن في موقع حدث انهار العقار الجزئي في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد يعني تتواجد كافة الأجهزة التنفيذية مدير الأمن ومحافظة القاهرة الذين قاموا بمعاناة هذا العقار المنهار هناك نحو 14 حالة تم نقلها إلى مستشفى أو تم انقذها من هذا العقار بالإضافة أيضا إلى أنه تم علاج حالتين في موقع النيار العقار وتم نقل حالتين إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي هناك أيضا تتواجد العديد من سيارات الحماية المدنية التي تتمركز بالقرب من موقع انهار هذا العقار بالإضافة أيضا إلى بعض السيارات التابعة لهيئة الإسعاف المصري إذن هناك متابعة مستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لانهار هذا العقار هذا العقار أيضا مقوم من طبق أرضي وأربعة أدوار متكررة وهو على مساحة 1500 متر ومكون من بعض الوحدات الإدارية بالإضافة أيضا إلى شقة سكانيتين الحديث الأكثر حول تفاصيل عملية الانهار وحدوث الانهار لهذا العقار معي على الهواء مباشرة سيدة اللواء ياسر عبدالعزيز وهو رئيس حياء عبدين ستلواء برحب بحيك عايزة عارفة تفاصيل الانهار هذا العقار وهي الأجارات التي أخذتها منذ وقوع هذا الحديث هو أنا بصراحة بمجرد النهاردة نهيار العقار في حوالي الساعة عشر وربعة أنا كنت في مرور ميداني في التطاق الحي بالكامل كنت لسا ماشي من نفس الشارع دول بعد خمس دايب الزبط على الجهاز تم الندى بأن فيه نهيار العقار في خمسين شارع أصر نيل بقلقت له العمليات المركزية في المحافظة في خلال الخمس دايب كان تواجد معالي الواء الوزير خالد عبدالعال وقيادات تنفيذية بالمحافظة وقوم هنا في مكان نهيار هذا العقار كان كل هدفنا كله الأول على أساس أن نحن نحن نحاول نخلي أي حد من الأشخاص الموجودين في داخل هذا العقار بالفعل نجحنا في إخلاء أربعتاشر شخص كان منهم اتنين فيهم إصابات وكدمات فيه الساقين تم إخلاءهم إلى المستشفيات المجاورة بالنسبة لنا دلوقتي إحنا في مرحلة البحث هل يطرى لسه في حد موجود تاني في هذا العقار لأن الانيار الجزء بتاع العقار ده كان الانيار مفاجئ أنا أقول لحضرتك أنه كنت ينسى ماشي من قدامه من خمس دقايق بالزبط التحيات الانيار هتثبت إيه يا طرى هي أسباب هذا الانيار وإن شاء الله بإذن الله نتمنى بيبقاش فيه أي حاجة مؤثرة على أرواح الأشخاص فيما بعد إن شاء الله طيب يعني المحافظة كان مطلعة بين أفنديم بتتكلم عن أن العقار طلاله قرار تنكيسه ومحضر عدم تنفيذ أهل ده كان أيضا من ضمن أسباب الأدى للانيار هذا العقار؟ لا هو النهاردة بقرار التنكيس النهاردة ممكن يتقدم به أي حد من سكان العقار أو مالك العقار ويطلع له قرار التنكيس على مسؤوليته هو اللي بينافذ إحنا متابعتنا ليه إنه هو نفس ولا منافذش فلا طلع له محضر عدم تنفيذ ولكن النهاردة العقار ده هو يعتبر من العقارات ذات الطرازات أو ذات القيمة المتميزة مسجل عندنا طراز معماري طبع جهاز تنسيق الحضاري النهاردة أي تعامل معه لابد من خلال جهاز التنسيق الحضاري طبعا عشان خاطر المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي منطقة أصر النيل معظم العقارات اللي فيها أو بمعنى صح القرار الخدوية معظم النهاردة أي تعامل معها بيكون من خلال موفقة جهاز التنسيق الحضاري طيب هل فيه إجراءات مثلا هتتاخد نيابة يعني وصلت لمعاينة يعني واقع أو حدث وقاع هذا العقار؟ هو طبعا انت حضرتك بقية النهاردة لسه مازال نيابة طبعا في تحقيقاتها احنا مش هنتدخل في أعمالها هي لتقول القرار ايه والأسباب ايه بتاع هذا النيابة هذا العقار واحنا في الانتظار طبعا ونشوف ايه الإجراء اللي هيتم بعد كده بالنسبة لهذا العقار كل هدفنا دلوقتي نتأكد ان ما فيش اي حد موجود من الاشخاص تدخل هذا العقار تاني اتغاد دلوقتي ما فيش اي وفيات يا فندم موجود؟ الحمد لله ما فيش اي وفيات الحمد لله الاربع عام طيب اخينا نتم التعامل مع هذا العقار ازاي بعد يعني انتهاء من يعني الاعمال بتاعت البحث عن لو ازا كان فيه وفيات او النيابة تنتهم التحقيقات هل العقار ده يتم هدمه بالكامل لان انا شايف ان العقار يعني جزء منه اللي تم هدمه او سقوطه فقط تحياته لقرار النيابة هنبدأ نتصرف ونتعامل مع هذا العقار باش برحق جدا نسيات الويسر عبدالعزيز رئيس حي عبدالدين يعني كما نرى فيها الخلفية هذا العقار الذي يظهر فيها الخلفية يعني تم انهيار جزء منه يعني الدور الاخير او الدوران الاخيران في هذا العقار ولكن باقي العقار ما زال قائم حتى الان ويعني نحن الان في انتظار تحقيقات النيابة او معاينة طريق النيابة الذي قد يصل خلال دقائق لي معاينة هذا الانهيار ومن ثم يعني اصدار تقرير بشأن يعني هذا العقار وايضا آلية التعامل مع هذا العقار خلال الفترة المجولة خاصة وانه مسجل كيعني ترازع او ترازع فريدة او ترازع عقاري فريدة تم التعامل معه من خلال جهاز التنسيق الحضاري نعم جزيل الشكر لزمنا موفد النيل اشرف مبارك شكرا جزيلا على هذه المتابعة المباشرة من موقع انهيار العقار في شارع قصر النيل شكرا جزيلا لك يشايع اليوم عقب صلاة الظهر جثمان الفنانة الكبيرة شويكار والتي وفتها المنية امس الجمعة وذلك بعد صراعا مع المرض تاركة ارثا كبيرا خلت اسمها في تاريخ عظماء الفن العربي صنع مع حضراتكم لختام هذه الساعة الاخبارية لم يتبقى سوى تذكير بابرز عنوينها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصل السودان في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك وصول طائرتين المساعدات الخامسة والسدسة من الجسر الجوي الاغفي المصري الى لبنان الصحة الروسية تعلن بدء انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا ونالدوت ايجي مقانا الالكترونيل من اراد المزيد نشكر لكم طيبة المتابعة دمتم فامان الله شكرا